في الانتخابات الأولى منذ وفاة نقيب المحررين ملحم كرم الذي استمر على رأس النقابة لأكثر من أربعين عاما تجرى في قصر اليونسكو انتخابات مجلس جديدا لنقابة المحررين بمشاركة أكثر من ستمائة صحفي مسجلين في الجدول ويتنافس في هذه الانتخابات لائحة مكتملة ولائحة غير مكتملة ومرشحة منفردة هي بارع الأحمر اليوم رغم اللائحتين المتنافستين في حرية في دموقراطية في شفافية في عملية الانتخاب نحن الحقيقة حاسين كأنه عيد بنقابة المحررين يعني هذه أول مرة بتصير انتخابات ما كان قابل تصير انتخابات كان دايما بالتسكية كانوا دايما نفس الأشخاص هني اللي يضلوا بمجلس النقابة هذه نقابة بدأ دم جديد بدأ روح جديدة بدأ تفوت بالقرن الواحدة وعشرين وتعتبر عمليات الانتخابات شرعية إذا شارك فيها نصف المسجلين في الجدول زائد واحد وتستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء ترجمة نانسي قنقر